اخبار اليوم في عدد مراكز علاج فيروسي ولا يوجد قوائم امتظار فوز اهلي على الزمالك في القمة 111 بهدفين دون رد كذب العوين وإليكم التفاصيل قررت هيئة مكتب مجلس النواب اليوم الثلاثة عقدة جلسة خلال 48 ساعة لبحث استقالة المستشار السريصية من عضوية المجلس هفطت مؤشرات برصة مصرية لدى اغلاق تعاولات اليوم الثلاثة على نحو انحاد تأثرا بالهبوط عنيف الذي تعرضت له اغلب اسواق المال العالمية على خلفية اعلان بيانات سلبية بشأن الاقتصاد الصينية وخسر رأس المال السوقية لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 85 مليار جنيه من قيمته اليصل إلى 392.7 مليار جنيه بعد داولات بلغت 51.5 مليار جنيه منها 11.2 مليار جنيه في سوق الثلاثة قال الدكتور علي عوف رئيسه غرفة تجارة الأدوية بالغرفة التجارية ان 10% من الأدوية المتدولة في السوق المصري مخشوشة واضاف الدكتور عوف ان حجم تجارة هذه الأدوية يصل إلى 4 مليار جنيه من اجمال 40 مليار جنيه هي حجم التجارة في سوق الدواء عقد مجلس السحة الإقليمية اليوم الثلاثة جلسته بديوان عام محافظة المنوفية بحضور اللواء محمد الشيخ سكرتير عام محافظة المنوفية ومصطفى بيومي السكرتير المساعد للمحافظة وكيل وزارة السحة بالمنوفية وأوضح مدير عام التأمين الصحي أن المنوفية هي المحافظة الوحيدة التي يوجد بها تسع مراكز لخدمة فيروس حيث تم علاج ما يقرب من 14 ألف حالة وليوجد قوائم انتظار وأكد أن العقارة المصرية على نفس جوزة العقارة المستورد وذلك بالتقربة التي أشرف عليها أسادي ذات طب المنوفية ومعهد الكبيرة وأنه باستمرار معدلتها لك فيروس على هذا النحو سيتم القضاء عليه خلال عامين فوز أهلي على الزمالك في القمة 111 بهدفين دون رد أحرز الهدفين إبونا وعمر جمال بها الخبر نكون قد وصلنا معكم مشاهدين ومشاهدي قناة الأخبار لنهاية نشرة الإخبارية انتظرونا في نشرة إخبارية قادمة شكرا لكم في خير وإلى اللقاء